فيديو مرشح خاسر بالانتخابات ينهال بالشتائم على العراقيين بعد حصوله على 139 صوتا فقط الدفاع تحدد صنف المقبولين بعشرة الاف درجة مخصصة للوزارة رئيس الوزراء يوافق على التعاقد مع خريجي محافظة النجف اتحاد متقاعد كردستان يتحرك لمقاضات السودان وطيف سامي السلام عليكم متابعين الكرام قبل البدل اتسأل ضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الاشعارات لتصلكم الاخبار العاجلة والحصرية اثارت خسارة المرشح علي شرهان الديروي بانتخابات مجالس المحافظات ردت فعل اندفعته لكيد الشتائم للعراقيين كافا فضلا عن سب المقدسات اثار حصوله على 139 صوتا فقط بعد اعلان نتائج الانتخابات المحلية يوم امس الثلاثاء وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا للديروي وهو يتجاوز بالفاض النبي على العراق والشعب العراق ومقدساتها وحسب التسجيل فان المرشح الخاسر منزعج من حصوله على 139 صوتا فقط ضمن نتائج التصويت الاولية التي اعلنت عنها مفوضية الانتخابات يوم امس الثلاثاء ويقول شرهان في التسجيل الصوتي انه لن يخرج في شاشات التلفاز ولن يتحدث عن الفسادة كون الشعب العراقي لا يستحق ان يدافع عنها وطالب مواطنون في وقت سابق الادعاء العام للتحرك فضلا عن وزارة الداخلية بالضد من المرشح علي شرهان الذي سبت ذات الالهية علننا وتجاوز بالفاض النبي وادراجه في قائمة المحتوى الهابط اكثر الشعب منافق يعني انا سجد عدة جمهور تزول اكثر من 30-40 مقطع فيديو من تخبيني بس كون الناس انتخبناك وراويني صبعة يعني انا هسا بسوق الدير عدة جمهور مامل على 100 صوت 100 صوت انا قاعد يامل التخبين يعني اتفاجأ لما نجيني 25 صوت بس بالسوق زيان بالمحيات انا هناك رحت لهم وقعدتوا يهم وقالوا 150 صوت قدمت لهم خدمة وخدمتهم يعني اتفاجأ انا هناك بالدير هم ومية وخمسين بطاقة يرحون ينتخبوني اربعين واحد بس مدرسة مالي الشغابة منتظر النتيجة مالتها الجوة يعني يقولون احنا بالميتيان واحد رحنا اتخبناه هما سألقاها تطلع خمسين يعني الديار كله انا ما نطلع لهم عدة 150 عم الناس انغولة انغولة دول الشعب انغولة فروخ انغولة ويستحقون هيش طبقة انتخبهم وتبوقهم والله العظيم مستحقين ينباقون وبعد لان انا هاي ذاني اتوبوا على يد الله اذا اطلعت النوب وحجيت على الفساد وقلت بالعراق فساد حددت وزارة الدفاع اليوم الاربعاء صنف المقبولين بعشرة الاف درجة المخصصة للوزارة واكدت الوزارة في بيانة ان العشرة الاف درجة المخصصة للوزارة والتي اعلن عنها مسبقا واجرت تقديم اليها من قبل الراغبين بالانضمام الى المؤسسة العسكرية بصفة جندي سيكون صنفا مقبول فيها هو صنف القوات الخاصة حصرا واردفت ان الجميع يعلم جيدا ان هذا الصنف يحتاج الى مهارات خاصة وقوة تحمل كبيرة جدا وصبر وليقة بدنية عالية وان التدريب سيكون عنيفا وقاسيا بما يتلاء ما طبيعة المهام والواجبات التي توكل الى اطال هذا الصنف ودعت الوزارة جميع المتقدمين للقبول في هذه الدورة الى التهيئ الجيد والاستعداد لخوض المنافسة والتدريبات التي ستؤهلهم للانضمام الى هذا الصنف واوضحت ان الذين سيتم قبولهما لا يمكنهم الانسحاب من هذه الدورة وان مدة الدورة انفن ستكون ستة اشهر اربعة منها خارج العراق ولن يكون فيها اي تجازات او نزول وافق رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني على تعيين الخريجين التربويين البالغ عددهم اكثر من الفين خريج بصفة عقدة في محافظة النجف الاشرف وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ النجف في بيانة ان محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي اعلن عن حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء على تعيين الخريجين التربويين البالغ عددهما اكثر من الفين خريجة بصفة عقدة استثناء من الضوابط واضاف ان ذلك جاء بناء على سلسلة من المخاطبات التي جرت بين ديوان محافظة النجف الاشرف والامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان المحافظة ومكتب رئيس مجلس الوزراء كشف اتحاد متقاعد اقليم كردستان فرع السليمانية اليوم الاربعاء عن خطوات الاتحاد بعد مرور اكثر من عام على قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزم سلطات الاقليم والمركز بالتعامل مع متقاعد الاقليم اسوة بمتقاعد الوسط والجنوب مشيرا الى عزمه تقديم شكوى ضد رئيس الحكومة العراقية محمد الشيعة السوداني ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي وقال المتحدث باسم الاتحاد في السليمانية صادق عثمان خلال مؤتمر صحفي بعد مرور اكثر من عام على قرار المحكمة الاتحادية العليا في عام الفين واثنان وعشرين والتي قاضت فيه بقرارها رقم مئتان واثنى عشر في ثلاثة وعشرين داعش الفين واثنان وعشرين والذي يلزم حكومة الاقليم بالعمل بقانون رقم تسعة لسنة الفين واربعة عشر والذي لم يتم تنفيذه لغاية الان واضاف منحنا في شهر تشرين الثاني الماضي حكومة الاقليم اسبوعا لتنفيذ القرار لكنها لم تنفذ شيئا منها لهذا اضطررنا الى التوجه لبغداد مرة اخرى والتقينا برئيس هيئة التقاعد العامة ووعدنا بمناقشة موضوعهما خلال اعداد الموازنة الاتحادية واكد مقدرة هيئة التقاعد العامة على تحمل نفقات متقاعدي كردستان في حال تم الاتفاق بين حكومتي الاتحادية والاقليم وتابعه بعد ذلك توجهنا الى القضي فاقزيدان وقد اخبرناه بكل التفاصيل واكد ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لكل السلطات وواجبة التنفيذ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة